المشاهدين الكرام براحب سادة العميد وليد شاوي ريس قطاع البطولة بجهاز الرياضة لقوات المسلحة أهلا بك فاند بصباح خير أهلا وتساعدين الفاند العميد وليد عاوزين نعرف سادة المشاهدين بدور قطاع البطولة في تنشئة البطل الأولومبي من خلال المدارس العسكرية الرياضية الموجودة داخل المحافظات وحضرتك احنا بالنسبة للمؤسسات الرياضية العسكرية التابعة لجهاز الرياضة لقوات المسلحة احنا نمتلك او عندنا ست مؤسسات الرياضية العسكرية على مستوى الجمهورية تمام متوزعة تبقى للموقع الغرافي عشان نقدر نخدم جميع محافظات جمهورية مصر العربية تمام الهدف هدف اولا هدف مجتمعي وهدف طربوي ثم هدف رياضي وانجازي كويس الهدف المجتمعي ان احنا قدرنا نحط ايدينا على بعض الالعاب الفردية اللي احنا بنسميها دايما ألعاب شهيدة اللي هي ملهاش رواج اعلامي اللي محتاجة جهد كبير جدا محتاجة تظافر مجموعة كبيرة جدا من عناصر اللياقة البدنية كاقوة تحمل كاقوة بدنية كاقوة مميزة بالسرعة عدد فترات تدريبية وساعات تدريبية كثيرة جدا تمام فالهدف المجتمعي ان انا وفرت لرقعة كبيرة جدا من شباب مصر وبراعم مصر المجال المناسب من خلال مؤسسات من خلال منشآت رياضية من خلال مدربين على اعلى مستوى من خلال هيئة تدريس طبقا للبروتوكول ما بين وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم ادرنا نوفر مجموعة كبيرة جدا من المدرسين هيئة تدريس ان هي تتابع العملية التعليمية وتأهيل الطلبة دي علميا بالنشأه زي رياضية؟ رياضيا احنا بعد ما بيتم انتقاء اللعيبة على المستوى المدني او الطلبة على المستوى العسكري تمام وبيلتحكوا للمدارسة دالة عسكرية بنضع خطة تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية لللاعب والخطة دي بيبقى لها هدف البطولة اللي انا بشتغل على اساسها سواء كانت بطولة اولمبية او بطولة كاس عالم او بطولة افريقية او عربية ببدأ اعد اللاعب او البرعم او الناشئ الصغير اللي عندي وبحاول اوفره كل سبل الرعاية من منشآت رياضية من رعاية طبية من تغزية من مدربين بينطقوا على اعلى مستوى مدربين يعني من الخارج احنا عندنا مدربين مصريين والقوات المسلحة بتدعم المشروع بمجموعة من الخبراء الاجانب في الدول الخارجية اللي لها باع كبير جدا في الرياضة طيب تمام اهم البطولات افندب اللي انتو اشتركتوا فيها من خلال القطاع البطولة والانجازات اللي حققتوا ايه احنا دورنا كمؤسسة ده عسكرية وجهاز رياضة ان انا بشترك بلعبتي سواء كانوا طلبة او كانوا لعيبة مدنيين في جميع المنافسات الرياضية اللي بينظمها الاتحاد المصري لللعبة على اساس الكلام ده بنبدأ ينطقي من خلال الاتحاد المصري لللعبة بينطقي افضل العناصر من نتائج البطولة دي بيطلع عندي عناصر كثيرة جدا في مختلف الالعاب بينضموا بعد كده لمعسكر منتخب مصر القومي سواء كان ناشئين او كبار تحت رعاية الاتحاد المصري لللعبة اهم البطولات اللي احصلنا عليها من خلال قطاع البطولة احنا الحمد لله رب العالمين يعني لو اتكلمنا على المجال البعيد شوية احنا اعتبارا من 2005 منذ انشاء المشروع على المستوى الاولمبي احنا عندنا حققت مصر الحمد لله رب العالمين في عدد سبع دورات اولمبية كبار وناشئين او شباب عدد 45 ميدالية اولمبية كويس كان لنا الحظ الاجبر الحمد لله رب العالمين ان احنا لعبتنا حققوا عدد 23 ميدالية اولمبية بالنسبة الوضع الحالي في معسكرات دائمة في وضع خطة لاعداد اللعيبة للاشتراك في البطولات المؤهلة لدورة الالعاب باريس 2024 موجودة دلوقتي فاندي بال الحمد لله دلوقتي احنا في الوقت الحالي في مجموعة كبيرة جدا المعاصرات الداخلية اللي بيدرها وبيشرف عليها لاتحاد المصر للعبة سواء كانت مصرعة او سلاح شيش او خماسي او رفع اسقال عندنا زخيرة كبيرة جدا الحمد لله رب العالمين من لعبتنا ابناء مصر وابناء المصر العسكرية موجودين حاليا في المعاصرات دي بيعدوا لبدل الاشتراك في البطولات في مجموعة كبيرة جدا البطولات في السنة اللي جاية ان شاء الله هي بطولات تعتبر بطولات مؤهلة لعشرين اربعة وعشرين انا بشكرك فاندي